بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الدوال الشطرية أو الدوال المنشطرة أو الدوال المزدوجة كيف يتم التعامل معها في التكامل المحدد هذا مضمون المحاضرة السادسة من خلال سلسلة محاضرات التكامل المحدد المستوى الأول هذه الدالة شطرية إذا كان الأكس أكبر أو يساوي 1 فإسمها 4x زائد 3 إذا كانت الأكس أصغر من 1 فإسم الدالة هو 2x تربيع ناقص 3x ويجيني سؤال بالامتحان يقول لي جد تكامل من 2 إلى 5 أفوف اكس دي اكس رح أجي أتعامل وهي ملاحظتين مهمة جدا جدا إذا افتهمتها فأمورك زينة والأسئلة اللي تتحدث عن هذا المضمون هواية بالوزاري ورح نجي نطلع عليها ورح ما أشرح لك الفكرة الأساسية ونرجح إلى شاشة المزابق العدد اللي هدى هذا يسمى حت فاصل والدالة الشطرية سبق وأن سالفناها بالفصل الثالث في مبرهنة رول والقيمة المتوسطة ولكن في وقتها مرين عليها مرور سريع لأن أبو الكتاب ما مركز عليها مثال واحد بالكتاب دالة غير مستمرة لا يمكن تحقق أي شيء لكن بالتكامل لا مركز عليها أكثر لا يمكن إجراء التكامل على أي دالة إلا إذا كانت دالة مستمرة وأخص بالذكر الدوال الشطرية ولكن الدوال الشطرية ضمن حدود منهجنا رح تجيني بأحد احتماليا أساسيا الاحتمال الأول يقول إذا كانت جميع العناصر بين حدي التكامل تقع ضمن أحد الجزئين فيتم بحث الاستمرارية على ذلك الجزء فقط وإن تحققت نكامل ذلك الجزء فقط رح تقول لي شو ده تحكي فصحة بله تحكي لياجل في خليه يفتهمها شوف لي الأعداد اللي صار بين الثنين والخمسة هل هي كلها أكبر من واحد لو كلها أصغر من واحد لو نص ونص رح تقول لي كلها أكبر من واحد ما طول الأعداد المحصورة بين الثنين والخمسة كلها أكبر من واحد إذن رح أجي أدور على كلمة أو هنا رمز أكبر يعني هذا الأصغر اعتبرها ماكو هاي الدالة اعتبرها ماكو يعني ما اعتبرها الدالة مزدوجة اعتبرها الدالة كثيرة حدود فقط إذن شو رح أقول السهنة من أريد أبدي بالحل شو رح أقول رح أقول الأفوف أكس اللي ده أسولف عليها هي أربعة أكس زائد ثلاثة إذن هذه رح أقول عليها مستمرة لأنها شنو إذن هذه لأنها كثيرة حدود ومن أريده كامل رح أقول إذن تكامل من اثنين إلى خمسة أفوف أكس دي أكس تساوي تكامل من اثنين إلى خمسة أربعة أكس زائد ثلاثة دي أكس يعني أخذت بس هذه شنو تكامل الأربعة أكس إذن تكامل الأربعة أكس واثنين أكس تربيع مو أضيف للأسواع يصار تربيع على اثنين أربعة على اثنين اثنين تكامل الثلاثة هذا ثلاثة أكس ميليون هنا رح يصير من اثنين إلى خمسة وبعدين رح يسوي رح أعوض حد أعلى وحد أدنى إذن رح يصير عندي قوسين بينات ومطرح من عوض الحد الأعلى خمسة تربيع خمسة وعشرين في اثنين خمسين ثلاثة في خمسة هذا خمسة من عوض الحد الأدنى ثلاثة تربيع أربعة في اثنين ثمانية ثلاثة في اثنين ستة إذن الجواب رح يصير عندي خمسة وستين ناقص عشرة وتساوي خمسة وخمسين إذن هنا انتهى حل هذا السؤال أو عفوا هنا صار عندي خطأ بالتعويض ثلاثة في اثنين هذا ستة يعني رح يصير عندي شقد رح يصير عندي خمسة وستين ناقص أربعة إذن رح يكون الجواب واحد وخمسين إذن هذا ما يخص السؤال الأول رح تقول لي أقول لك أريد تكامل نفس السؤال نفس الدالة الشطرية أقول لك أريد تكامل مثلا من سالب ثلاثة إلى صفر للأفوف اكس دي اكس رح أترك تكملة هذا السؤال عليك تقول لي انت رح تجي تسأل السؤال رح تقول لي الأعداد المحصورة بين السالب ثلاثة والصفر هل هي كلها أكبر من واحد كلها أصغر من واحد لو نص ونص إذن الجواب جعلك كلها أصغر من واحد إذن وين رمز الأصغر هذا رمز الأصغر هذه الدالة تعتبرها ماكو رح تقول لي الأفوف اكس اثنين اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس مستمرة لأنها كثيرة حدود ومن تجي تكامل الأفوف اكس من سالب ثلاثة إلى صفر هو اثنين اكس تربيع ناقص ثلاثة اكس تكامل وبعدها نتعوض حد على محددنا حتى تطلع الجواب النهائي رح تقول لي وإذا كانت نص ونص شلون إذن ابقوا يا أيا حتى أطيق سؤال شامل للاحتمال الثاني إذن ابقوا يا أعزائي تكامل الثاني أولادي اللي هو مهم جدا جدا لشوف الحد الفاصل هو واحد ويقول لي أريد تكامل من صبر إلى خمسة زين خلي أجي أسألها للدالة الأعداد المحصورة بين الصفر والخمسة هل هي كلها أكبر من واحد حتى أختار هذه بس رح تقول لي لا هل هي كلها أصغر من واحد حتى أختار الاثنين أجزائد واحد فقط رح تقول لي لا هل هي نص ونص تقول لي نص ونص إذن الملاحظة شل تقول إذا كان الحد الفاصل ركز وياي على هذه الملاحظة مهمة جدا 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 ومرشحة بالوزاري بقوة إذا كان الحد الفاصل يقع بين حدي التكامل إذا كان بالنص مو بالنص مو بياناتهم فيجب إثبات الاستمرارية بالخماسية يجب إثبات الاستمرارية بالخماسية يعني خمس خطوات وإن تحققت فإن تجزئت التكامل تكون إجبارية إذن هذه الملاحظة الثانية تختلف عن الملاحظة الأولى الملاحظة الأولى شو تقول إذا كان جميع العناصر بين حدي التكامل تقع ضمن أحد الجزئين فيتم إثبات الاستمرارية على ذلك الجزء فقط يعني أحادية وإن تحققت نكامل ذلك الجزء فقط ولكن إذا كان الحد الفاصل يقع بين حدي التكامل فيجب إثبات الاستمرارية بالخماسية وإن تحققت فإن تجزئت التكامل تكون إجبارية شلوه؟ من أريد أثبت الاستمرارية بالبداية شو رح أقول هنا؟ رح أقول من الأكس أكبر من واحد بالله هي هذه دالة ثابتة والدالة ثابتة دائما مستمرة ومن الأكس أكبر من الأكس أصغر من واحد هذه كثيرة حدود إذن هذه دائما مستمرة لأنها شنوه؟ لأنها كثيرة حدود إذا كان الأكس تساوي واحد إذا كان الأكس تساوي واحد إذن هنا أحتاج بيها ثلاثية شنو هاي الثلاثية؟ بالبداية رح أقول صورة الواحد وبعدين رح أقول لمت عندما أكس تقترب من واحد باتجاه اليمين اللي رح أسميها الوان وبعدين رح أقول لمت عندما أكس تقترب من واحد باتجاه اليسار زياد أفل الواحد وين عوضها أفل الواحد؟ هذي أفل الواحد رح أعوضها مقابيل المساواة لمت اليمين هذي رح تعوض مقابيل الأكبر ولمت اليسار هذه رح تعوض مقابيل الأصغر لمت اليمين رح أسميها الوان لمت اليسار رح أسميها الوان زياد خلي أحسب هنداني ثلاثة واشوف شي طلع لي المساواة وين هنا المساواة إذن هنا أفل الواحد شي ساوي أفل الواحد يساوي ثلاثة يعني الدالة معرفة زياد لمت اليمين مقابيل الأكبر يعني معناها لمت هذا رح أسمي الوان زياد لمت اليسار مقابيل الأصغر هذا الأصغر يعني الدالة هي شنو الدالة هي ثنيا أكز زائد واحد دير بالك هذا مسالب واحد هذا تقرأ واحد باتجاه اليسار إذن رح أعوض مكان الأكس واحد رح يصير ثنيا زائد واحد ويساوي ثلاثة هذا الوان زياد الوان تساوي الوان بما أن الوان تساوي الوان وتساوي ثلاثة إذن معناها شنو إذن معناها الغاية موجودة إذن هنا الغاية موجودة زياد إش قد قيمة الغاية ثلاثة إش قد قيمة الدالة ثلاثة إذن إش رح أقول هنا رح أقول بما أن صورة الواحد يساوي لمت الأفوف أكس عندما أكس تقترب من واحد وتساوي ثلاثة إذن هذه السالوف وكلها رح أقول الدالة مستمرة فإذا كانت الدالة مستمرة تكون تجزئة التكامل إجوارية هس أكمل السؤال علي عشرة لحد الآن رح تأخذ ثلاثة بعد عندي سبع درجات على التكامل زياد لو كانت هذه موتنيا أكس زائد واحد لو كانت اثنيا أكس ناقص واحد كان صارت أفل الواحد بله هو ثلاثة غاية اليمين هو ثلاثة غاية اليسار رح يصير اثنيا ناقص واحد وتساوي واحد الال رح أقول بما أن الال لا تساوي الال فإن الغاية غير موجودة والدالة غير مستمرة ولا يمكن إجراء التكامل لها إذن الحد الفاصل إلا واحد لا مو إلا واحد يعني ممكن يخدعك بالامتحان الوزاري فقط الحد الفاصل يسوي اثنيا ويقول لك من صفر إلى خمسة زين الثنيين صار بين الصفر والخمسة إي صار بين الصفر والخمسة إذن يجب إثبات الاستمرارية بالتفصيل الممل عندما أكس أكبر من اثنيا عندما أكس غاية اليسار رح أصير هنا رح أصير أربعة زائد واحد وتساوي خمسة رح أقول بما إن الوان لا تساوي الو فإن الغاية غير موجودة والدالة غير مستمرة ولا يمكن إجراء التكامل لها زين خلي أرجع السؤال إلى هذه الدالة مستمرة إذن ما طول الدالة مستمرة على هذه الفترة كلها يعني معناها تجزئة التكامل تكون إجوارية إذن خلصنا هسا لثلاث درجات رح أرجع للسبع درجات إشلون إش رح أقول هنا رح أقول إذن تكامل من صفر إلى خمسة أفوف أكس دي أكس إذا كانت الدالة مستمرة رح يكون الصفر هو بغداد رح يكون خمسة هو كربلا رح يكون واحد هو المسيب تتذكر المثال اللي صلفنا في المحاضرة السابقة التكامل الملاحظة اللي أخذناها قلنا تكامل من A إلى B أفوف أكس دي أكس يساوي تكامل من A إلى C أفوف أكس دي أكس زائد تكامل من C إلى B أفوف أكس دي أكس لكل شنو لكل C تنتمي إلى A B اللي رح يشوف المحاضرة السالسة ومشا في المحاضرة الخامسة رح يقول شنو فيلم بغداد كربلة أقول لك ارجع شوف المحاضرة السابقة حتى تعرف تفصيل هذه الخاصية إذن معناها تكامل من صفر إلى خمسة رح يصير تكامل من صفر إلى واحد زائد شنو زائد تكامل من واحد إلى خمسة تريد هنا تقول لي أفوف أكس دي أكس وهنا رح تقول لي أفوف أكس دي أكس تريد مباشرة نتعوض بكيفك إذن اللي يهمني تكامل من صفر إلى واحد وتكامل من واحد إلى خمسة رح تجي تسألها للدالة تقول يا دالة مر خستج لعداد المحصورة بين الصفر والواحد هل كلها أكبر من واحد لو كلها أصغر من واحد رح تقول لي خوب كلها أصغر من واحد تروح تدور على رمز الأصغر هذا رمز الأصغر إذن رح تكتب هنا رح تكتب 2x زائد 1x زين ترجع لها تقول لها الأعداد المحصورة بين الواحد والخمسة هل هي كلها أكبر من واحد لو كلها أصغر من واحد رح تقول لك كلها أكبر من واحد تدور على رمز الأكبر إذن هذا رح يصير عندي 3x هسا السؤال اللي يجي بالوزاري عام 2019 أحيائي دور أول داخل العراق السوى فقط هذه سواها أكبر وهذه سواها أصغر شقة الفتل دال بقت مستمرة فقط اليمين واليسار تبدلت لكن هنا الأعداد المحصورة بين الصفر والواحد رح تكون كلها أصغر من واحد رمز الأصغر صار هنا رح تختار هنا الثلاثة وهنا رح أصير الاثنين أكس زائد واحد إذن تبدلت حدود التكامل والناتج رح يكون مختلف والجواب رح يكون واحد وثلاثين واريدك أنت تجرب هسا اعتبر واجب عليك يعني فقط هذا سوي أكبر وهذا سوي أصغر أو يساوي الجواب رح يطلع واحد وثلاثين اتأكد من الحل إذن خلي نكمل هذا السؤال شنو تكامل الاثنين أكس تكامل الاثنين أكس هو أكس أربيع تكامل الواحد هو أكس من صفر إلى واحد زائد تكامل التلاثة من أين هو ثلاثة أكس ميليوين من واحد إلى خمسة هسا رح يسوي هنا قوسين بينها تمطرح زائد نزلت وهنا رح يصير قوسين بينها تمطرح من عوض الحد الأعلى واحد زائد واحد من عوض الحد الأدنى صفر هنا من عوض الحد الأعلى ثلاثة في خمسة خمسة تلاثة في واحد ثلاثة إذن هنا رح يبقى عندي ثنيا وهنا رح يبقى عندي اطنعش إذن اثنيا زائد اطنعش ويساوي 14 هذا بالنسبة إلى سؤالي بالنسبة سؤال 2019 دور أول فقط هذا سوي أكبر وهذا سوي أصغر وإلي يساوي وين ما تريد تشمرها شمرها كيفك فلو السؤال كان هنا اليساوي جتي ويا الأكبر إذن صار تبادل هذا صعد فوق وهذا نزل جوه إذن الجواب رح يكون 31 اتأكد من هذا السؤال وارجع وياي إلى شاشة الموزابك للاطلاع على مزيد من الأسئلة وتمارين الكتاب التي تتحدث عن الدوال الشطرية إذن أعزائي شاهدنا معا طريقة حل السؤال الموجود أمامكم تلاحظ الحد الفاصل من هو الحد الفاصل هو الواحد تريد مني تكامل من صفر إلى خمسة الواحد ما طول صاير بياناتهم يجب إثبات الاستمرارية بالخماسية ومن ثم تجزئت التكامل تكون إجبارية بالنسبة للحد الفاصل يعني لو كان الحد الفاصل اثنيا ونفرض أن الدالة مستمرة فرح يصير من صفر إلى اثنيا زائد التكامل من اثنيا إلى خمسة هذا السؤال تكامل من صفر إلى واحد زائد التكامل من واحد إلى خمسة وشفتوا طريقة حل هذا السؤال السؤال من إجا عام 2019 دور أول أحيائي نفس السؤال لكن بدلوا الأكبر سووا أصغر والأصغر سووا أكبر يعني بدلوا مواقع أريدك تحاول تحل هذا السؤال حتى يطلع الجواب 31 بنفس الكيفية قبل ما أنتقل إلى أسئلة التمارين أريد أسأل فيك عن هذا السؤال ذني سؤاليا ودي يقول جد إن أم كان يعني احتمال يتكامل واحتمال ما يتكامل لو أجي أباوى على السؤال الأول وأباوى على السؤال الآخر زيان خلي أبدي بهذا السؤال أفوف X تساوي X4 ناقص 1 على X ناقص 1 من هو الحد الفاصل الحد الفاصل هو 1 زيان داي يريد مني تكامل من صبر إلى 2 تكامل من صبر إلى 2 الحد الفاصل موجود ببيناتهم يعني يجب إثبات الاستمرارية بالتفصيل أول ما أبدي بي من F لل 1 زيان من نعوض F لل 1 راح يصير هنا راح يصير 1 ناقص 1 على 1 ناقص 1 صفر على صفر كمية غير معرفة راح تقول لي يجوز التحليل والاختصار أقول لك لا عند تطبيق الشرط الأول من شروط الاستمرارية يعني عند إيجاد الصورة للحد الفاصل فلا يجوز التحليل والاختصار لكن عند إيجاد الغاية يجوز التحليل والاختصار إذا كان المقام صفر إذن من أجي أباوة على السؤال الثاني ما سويت شي فقط المساوات نزل تجول المساوات صارت هنا من أجي أقول أفل الواحد راح يصير 4 ناقص 2 2 غاية اليمين 4 ناقص 2 2 غاية اليسار أحل الوقت صر راح يطلع 2 إذن الغاية موجودة دالة مستمرة فرح يصير من صفر إلى 1 ومن 1 إلى 2 بينات مزائد من صفر إلى 1 الأعداد المحصورة بين الصفر وال 1 هي كلها أصغر من 1 يعني راح اختار الدالة هذه ورح حل الوقت صر وكامل ومن 1 إلى 2 راح اختار الدالة هذه وحظ موفق لحال هذين السؤال هس خلي نروح وياكم إلى حد الفاصل هو ثلاثة ديريد مني تكامل من 1 إلى 4 زين الحد الفاصل موجود ببيناتهم لأن موجود ببيناتهم إذن يجب إثبات الاستمرارية بالتفصيل الممل وإن تحققت فإن تجزئة التكامل تكون إجبارية زين أفل الثلاثة وين عوض هنا راح عوض راح حصير 6 زين غاية اليمين تساوي الغاية من اليسار وتساوي 6 والصورة تساوي 6 الدالة مستمرة إذن تجزئة التكامل تكون إجبارية راح تصير من 1 إلى 3 زاء التكامل من 3 إلى 4 وغلي نشوف الحل الكامل لهذا السؤال اللي هو وزاري 2018 و2016 بعد ما تأكدت من أن الدالة مستمرة إذن تكامل من 1 إلى 4 شي ساوي تكامل من 1 إلى 3 زاء التكامل من 3 إلى 4 زين هسا راح تجي تسأل نفسك تقول لي الاعداد المحصورة بين الواحد والثلاثة هل هي أكبر من 3 أو أصغر من 3 تقول لي أصغر من 3 وين رمز الأصغر هذا رمز الأصغر إذن مكان الأف ووف أكس راح تكتب 6 زين لعداد المحصورة بين الثلاثة والأربعة هل هي أكبر من 3 أو أصغر من 3 تقول لي أكبر من 3 وين رمز الأكبر هذا رمز الأكبر إذن راح تختار مكان ها 2 ومن ثم التكامل والتعويض شنو التغييرات اللي ممكن يصير بالامتحان الوزاري هذا يسو أصغر وهذا يسو أكبر إذن ذول راح يصير تبادل مواقع بين يعني هذا يجي هنا وهذا راح يجي مكان أكيد الجواب راح يكون مختلف تماما إذن هذا ما يخص السؤال الرابع أما السؤال الخامس أعزائي اللي هو وزاري 2014 و2017 دتلاحظ أن الحد الفاصل هو صفر ويدا يقول لي أريد تكامل من سالب 1 إلى 3 إذن الصفر يقع بين السالب 1 و3 ورما أتأكد من أن الدالة مستمرة بشروطها الخمسة إذن تكامل من سالب 1 إلى 3 يساوي من سالب 1 للصفر زائد تكامل من 0 إلى 3 هس الأعداد المحصورة بين السالب 1 والصفر راح تقول لي كلها أصغر من صفر إذن مكان الأفوف أكس راح أكتب 2 مثل بدأ شوف زين لعداد المحصورة بين الصفر والثلاثة كلها أكبر من صفر وين رمز الأكبر هذا رمز الأكبر راح اختار الدالة 3 أكس تربيع مثل ما بدأ شوف هنا ومن ثم التكامل والتعويض أتمنى بالوزاري بأن يسوون واحد من بأن هذا الـ 3 أكس راح يجي هنا وهذا الـ 2 أكس راح يجي هنا هذا التحوير الأول أكيد الجواب راح يطلع مختلف التحوير الثاني يسووها تكامل من 1 إلى 3 زين إذا قل لي تكامل من 1 إلى 3 شو راح تقول لي لعداد المحصورة بين 1 وال3 هي كلها أكبر من صفر إذن راح تختار هذه الدالة الأولى فقط وتقول لي مستمرة لأنها كثيرة حدود ومن تكامل راح تكامل الدالة الأولى فقط وبعد يتعوض حد على وحد أدنى إذن هذا حسب الاحتمال الأول من التكاملات بالنسبة للدوال الشطرية إذن أنهينا معكم الدوال الشطرية ستكون لنا وقفة أخرى مهمة أعزائي أستودعكم بأمان الله وحبه